بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس في الحج الدرس الثالث الإخلاص وأثره في حياة الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كل عمل من الأعمال الصالحة وكل عبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة يعني اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل هاتوا برهانكم أي دليلكم على هذا الكلام إن كنتم صادقين والكلام الذي ليس له دليل الكلام في أحكام الشريعة بدون دليل هذا غير مقبول وهو مردود على صاحبه يدخل الجنة من اتصف بصفتين أسلم وجهه لله يعني أخلص العمل لله عز وجل فلا يكون في عمله رياء ولا سمعة ولا قصد لطمع الدنيا وإنما يؤدي العمل عمل العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية وهو للذي أشرك فالله بريء من عمل فيه شرك يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل هذا شرط الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدع ولا محدثات ولا عمل لم يرد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويتضمن الشرطين قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا الشرط الأول أسلم وجهه لله يعني أخلص النية لله عز وجل والقصد وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فبدون هذين الشرطين لا يقبل العمل مهما كان ومهما أتعب نفسه فيه فلا يقبل عمل المشرك ولا يقبل عمل المبتدع كلاهما مرفوض ومردود عند الله سبحانه وتعالى في الحج وفي غيره فعلى المسلم أن يعرف هذا لأن لا يكون إمع مع الناس بدون بصير وبدون علم لا بد أن يكون عمله خالصا لوجه الله وصوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا فلقال أيكم أحسن فالعبر بالأحسن والأحسن هو ما توفر فيه الشرطان المذكوران أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل وأن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم